موسيقى أهلا بكم جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط الثقافي الأردني رائد العمري تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد من المعتمد ابن عباد إلى يوسف ابن تشفين لما اقترت ذنبا ولا هانت علي مهابتي لما اقترت ذنبا ولا هانت علي مهابتي حين التجأت إلى حماة البسملات لكن ريحا قد أتت والريح لا تنسى الإساءة للجهاد خاطبت يوسف أن يهب لنصرتي لكن ينصف خانني وضع السيوف على رقاب رعيتي وأذلني هل جئت غيثا أم أجاجا يا أبا يعقوب هل جئت ضيفا أم مقيما يستحل بلادنا لم ينحن المأمون حتى لا يرى شبح الهزيمة في شوارع قرطبة فبأي شرع يا ابن ديني تستعين برأس رمح كي تعلق رأسه وبأي شرع يا ابن ديني تقتل الراضي وتخفي جثته هل كان عدلا أن تجور على دمي أولم تعهدني على صون الدماء خيبت غني في حماة البسملات وتركت جندك يسفكون وينهبون وينصرون عمائم الأحرار تحت خيولهم كشف اخدرار الأرض عورت جذبهم والحزن كان كرجفة هزت طلوع الكائنات الحزن كان مجلجلا كسقوط مئذنة على شيخ ضرير ضاعت بسينة ثم بيعت كالجواري والعبيد وسيوف قهرك هشمت روحا رشيد هل كان ثقرا من بني ماء السماء وهل اكتفيت بمن قتلت ومن أصرت ومن أضعت كنا نريدك حاميا سيفا يصور على العدو إذا أساء لنخلة في أرضنا كنا نريدك آية أو راية فشربت من ماء الوشاة عداوة وخذلتنا أرغمت أحفادي على ذل اللجوع إلى العدو نصرتهم وجعلتهم ينسون في قشتالة البلد الأمين بددت أصافة دعاتي وحزت ملكا ليس لك أخرجتني وأنا الكريم بن الكرام إلى مناف الهم في أغمات قيتني بسلاسل السجناء في بيت خرب وتركت للسجان أمر الشمس يدنيها إذا اشتعلت ويقصيها إذا مالت تلم البرد من بدني فهنأ بنصرك واسترح أغمد سيوفك واسترح أدركت سر الموت قبل قيامة الفجر الأخير عرفت كيف تفسر المرآة آيات البشر فزرعت شعر الحب في أرض يغازلها الحصى وجعلت قبري كعبة يلقي عليها العابرون سلامهم شيدت ملكا من رثاء الطير للملك الأسيري ملكت سر إرادتي حين انتصرت على إرادتي قاتلي وجعلت للريحان سوطا في بقاع مغفرة أغماته صارت قبلة والحج صار لعاش قيمي ومغفرة بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم إلى متابعة فقرة هذا كتابي أصعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة معكم الأديبة الدكتورة رانيا خليل أبو عليان معكم أنا اليوم لأحدثكم عن كتابي الهروب نحو القمة الهروب نحو القمة هو كتاب يحتوي على مجموعة من الخواطر والمقالات الأدبية والقصص القصيرة والقصائد الشعرية العمودية والنثرية وأيضا يحتوي على عمل باللغة الإنجليزية حاولت في هذا الكتاب أن أجمع أو أن أتفنن بجمع ضروب الأدب التي أجود كتابتها لتكون في كتاب واحد أحب أن أشير أن هذا الكتاب قد صدر عن داريافة للطماع والنشر أيضا وكل مؤلفاتي صدرت عن داريافة أوجه لهم تحية من منبري هذا الهروب نحو القمة هي فكرة أقدمها للأنثى العربية بأن تهرب من أي ضغوطات نحو النجاحات وصناعة المستحيل لتكون في القمة دائما فالإحباطات في الحياة والضغوطات المجتمعية ممكن أن تهرب منها للإحباط أو الاكتئاب وبعض القليلات يهربنا أيضا للإنحرفات أما أنا هنا في هذا الكتاب فأنا أقدم للمرأة نموذجا لتهرب دائما من أي ضغوطات أو إحباطات أو مشاكل مجتمعية باتجاه واحد نحو القمة للحديث عن محتوى كتابي سأشارككم بأول مقالات الكتاب أو بأول مقالات الكتاب والتي تحمل عنوان الهروب نحو القمة وهو عنوان الكتاب الهروب نحو القمة لم تكن حياتي بتلك الرفاهية التي يظنون خالية بين الخيبات والانتكاسات والليالي الطويلة التي يرافق فيها الدم وسادة الأنثى حتى يغرقها حزنا ثم يأخذها الإنهاك من وجع خيباتها فتغفوا بائسة لم تسخر لي الفرص للتعليم والعمل لما أملك من جاذبية كما يظنون فالله وحده يعلم كم تعبت وجاهدت للوصول الله يعلم كم سهرت منحنية على كتاب أو جهاز محمول لأحصل على ما حصلت عليه من علامات وإنجازات وترقيات الله يعلم كم جاهدت لأكون طالبة نجيبة وموظفة متميزة ومعلمة مبدعة وأما وابنة وزوجة معا تعلمنا الحياة أحيانا فن إدارة الأزمات التي تتباهى وتتفاخر حكومات بمحاولات العمل به نعم فكم كان علي أن أختلص فترة راحتي بالعمل لأدرس لجامعتي وما بين محاضرات الجامعة لأتابع أمور عائلتي وما بين هذا وذاك لأتابع مالي وما علي من واجبات لأنسى أحيانا حق جسدي علي من راحة ووجبات ولمن طلبنا مني تلك الوصفة السحرية كيف يمكن أن تكون الأنت أما وزوجة وطالبة وموظفة وناشطة اجتماعية وتبدع أيضا أقول انتهجت طوال سنين عمري منذ وعي البسيط وبداية المضوج نظرية أسميتها نظرية الهروب نحو القمة وأتمنى من الجميع أن يهربوا دائما نحو القمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخط العربي هذا فن الجميل كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ننتقل إلى أنواع الأقلام المعدنية وهي عبارة عن عدة أقلام تستعمل بالخطوط الصغيرة النسخ الثلث وهي مقاسات من أقل من 1 ميلي إلى 3 ميلي ومن أنواع الأقلام المعدنية الشيفر نوع من أنواع الأقلام المعدنية الشيفر وجميل في الكتابة نوع ثاني زمرويد وحريري بالكتابة ويكتب فيه خط النسخ الصغير وفيه أنواع أخرى للخطاطين مبتدئين يكون نوعية صيني ويصلح للكتابة وأهم شيء أنه أهم شيء أن الواحد يكتب مش يعني القلم هو أداة جيدة للكتابة لكن أهم مش الواحد يتعلم الخط ويكتب وعندنا نوعية أخرى هي بررل فيها حبر حبر معبأ حبر خرطوش حبر في خلف القلم ويكتب مباشرة نوع ياباني بررل وعندنا نوع من أنواع البايلوت برضو قلم سن ريش ويحتاج إلى حف وتنعيم ويصلح للكتابة بايلوت وعندنا نوع من أنواع الأقلام المعدنية اللي هو السلايات السلاة يكتب فيه النسخ الدقيق النسخ أقل من ميلي ميلي وأقل من ميلي وتستعمل للترتيش لكون بسن رفيع جدا وعندنا أقلام صنعة حديثة من الأقلام المعدنية من مواسير الألمنيو وتصلح للكتابة وبرضو معدنية تعتبر من أنواع المعدنية وعندنا نوع اسمه ستاندرد برضو من أنواع الأقلام المعدنية الآن رح نختار نموذج من الأقلام المعدنية ونكتب فيه اشتركوا في القناة هذا نموذج من الأقلام المعدنية أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط الثقافي الأردني رائد العمري تسمح لي أن أرحب بضيفي أهلا وسهلا بك سيد رائد أهلا وسهلا ضيفا على فضاءات وعلى الرافدين أهلا وسهلا فيك شاعرنا الجميل الأستاذ محمد صيف الذي نسعد دائما بلقائه وكل الشكر لقناة الرافدين وفي برنامج فضاءات الذي حقيقة له شغل ثقافي يحفظ له ويسجل له حقيقة بين القنوات والإعلام الذي نراه في اهتمامه بالثقافة والمثقفين ليس على الصعيد الأردني فحسب بل على الصعيد العربي فكل شكر على ما تقدمونه من نشاط ثقافي حقيقي ودعم للثقافة والبحث عن الثقافة الحقيقية حياك الله سيد رائد وهذه الشهادة نحتز بها ونحن سعداء بما نسمع من تقييم للبرنامج والي قناة الرافدين وحياك الله حياك الله بداية سيد رائد أنت رئيس ومؤسس اتحاد القيصر للآداب والفنون وحاصل بداية على بكارولوس لغة عربية وعملت أيضا مدرسا في وزارة التربية والتعليم الأردنية إلى أي مدى ساهم التخصص في ولادة هذا المشروع الأدبي والفني حقيقة من الطبيعي أن يكون الاهتمام باللغة العربية والميول أيضا لدراسة اللغة العربية هو المحور الأساس الذي تعاني لتأسيس اتحاد القيصر للآداب والفنون وأيضا في حبي للثقافة والمثقفين ومحاولة عكس صورة حقيقية للشعر خاصة وللآداب عامة وأيضا لجانبنا الفني الذي يبث الجمال في الروح فقد كان لتخصصي في اللغة العربية التي عشقتها بذرة أساسية في نفسي في أن أبدأ بالكتابة ومن ثم بحضور الفعاليات الشعرية والثقافية وذات مساء خلدت في نفسي تلك الفكرة لأن أدعوها إلى مهرجان القيصر الأول في عام 2017 وقد كانت هذه الدعوة حقيقة لمجموعة من الشعراء من الدول العربية تقريبا عشر دول وبدأنا انطلاقة المهرجان الأول بعد استضافات لأدباء عرب أيضا بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين فوجدت المتعة والشيء القريب إلى نفسي حتى قد يكون هناك ما لم تستطع أن تحققه دراسيا عبر دراسات العليا أو في الجامعات أستطعت أن أحققه من خلال اتحاد القيصر ومن خلال هذا النشاط الفقافي وخاصة أننا في الجامعات نتعلم عن الأدب ولكن لم نتعلم صناعة الأدب وغالبا الأساتذة الأكاديميون لهم جل الإحترام يعلموننا وهم ليسوا منشغلين في عالم الأدب أو ليسوا أدباء منغمسين في عالم الأدب لهم الجانب النقدي الذي يركزون عليه ما بعد صناعة الأدب لكن نحن نريد النواة التي تعطي كيف أصنع الأدب أو كيف أتعامل معه وليس فقط أن أحفر في القديم وأن أبحث في المقابر الأدبية نحن اليوم أمام عصر منفتح وأمام نهضة حقيقية في الشعر في الأداب في القصة في الرواية في الفنون فنحتاج إلى هذه الألفة الأدبية التي لم أستطع أن أحققها من خلال الدراسة الأكاديمية أو من خلال عملي في وزارة التربية والتعليم كمدرس ولكن استطعت أن أحققها من خلال هذا الأفق الجديد الذي افتتح علينا وها نحن لليوم بعد مرور ست دورات للمهرجان ما زلنا على قدم وساق جميل إن شاء الله بالتوفيق والنجاح الدائم والتمييز يعني أنا حقيقة استوقفتني عبارة قلت أنه لم يصنعوا مننا أدباء في يعلموننا الأدب لكنهم لم يصنعوا مننا أدباء جميل أن حضرتك أنت انتقلت من مرحلة تعليم الأدب باقتصاصك عملت مدرساً للغة العربية في المدرس اللغدنية وأصبحت عديباً تكتب واتقلت إلى مرحلة أوسع وعمق أنه أسست هذا الاتحاد وصرت تصنع عدباء أو تحتضن الأدب يعني جميل أنا أعرف أنه شاركت في مهرجاناتكم في هذا الاتحاد طبعاً أيضاً استوقفني عنوان الاتحاد وهو القيصر طبعاً يعني قلت ما علاقة القياصرة بالأدب والفن ربما يعني من خلال الطلاعة لم أجد علاقة بين القياصرة والفن والأدب لكن ربما لديكم وجهة نظر أنتم في هذا الموضوع أريد أن نقف على اختيار هذا العنوان الاتحاد هذه حقيقة في العام 2014 كانت هناك مسابقة في شعر الهايكو العربي وكان من يفوز فيها يسمى قيصر الهايكو وكان لي الحظ بأن أحصل على المركز الأول في الوطن العربي في ذلك الوقت وتم حصولي على هذا اللقب ومن ثم بدأت الفكرة عند الأدباء والمشاركين ينادوننا للقيصر فعندما كنا في الـ 2017 وعندما جئنا لندعو للمهرجان الأول دعوت الشعراء فسألوني ما عنوان المهرجان أو ما اسم المهرجان الذي تدعونا إليه فبادرت واشرة إلى أن قلت مهرجان القيصر الدولي ومن ثم التسق هذا الاسم فيها وفي اتحاد القيصر وجاء التأسيس بعد الموسم الأول من المهرجان حقيقة سجل رسميا في وزارة الثقافة بعد أن دعيت من محافظة إرفد أنه أنت عملت مهرجانا وبحضور عربي أين تسجيلك أين توثقه ولم أكن أعرف حقيقة أن هناك يجب أن يوثق ويجب أن يسجل فكانت الإرشادات بأن سجل ووثق هذا العمل ونحن نفخر بك وكان هناك دعم حقيقة من المحافظة في ذلك الوقت ومن السادة في المحافظة أن يعني بعثوهم إذن هذه شهادة من المحسات الرسمية التي تعنى بهذا الأمر أنكم كنتم ناجحون في الإدارة الحمد لله رب العالمين وفي إدارة هذه الفعاليات وفي انتقاء أيضا النشاطات التي يغطي هذا المهرجان على حديث الهايكو حقيقة الآن جميل عرفنا من أين جاء اللقب أو عنوان هذا الاتحاد القيصر أنه هي مسابقة لما يسمى شعر الهايكو لأن تحدث عن هذا الجانب حضرتك أيضا معروف وضوء داريوموس في نادي شعراء هايكو الأردن يعني بدي أن نقف على الهايكو ما هو الهايكو؟ الهايكو هو شعر اليابان نعم أو نوع من أنواع العذاب اليابانية وأنا حقيقة استوقفني كثيرا في الأردن وفي الوطن العربي نعم أنني لا أسميه شعرا تاما لأنه عند اليابانيين لهم أجراس موسيقية ولهم أوزان موسيقية عندهم 200 مقطع صوتي بعد أن اختصرت واختزلت مقاطع صوتي إلى 200 مقطع صوتي فهو عند اليابانيين موزون تماما كشعرنا العربي الذي له بحور الخليل فهناك جرس موسيقي وهناك وزن لكن نحن أخذنا المبنى ولم نأخذ أوزانه معه فبالتالي عندما يترجم شعرنا العربي إلى اللغات الأخرى لن يترجم بطريقته الصحيحة أو بأوزانه فيختلف فنحن في هذه أسميها كما سماها الناقد عز الدين مناصرة عندما كتب هذا النوع وقال هي التوقيعة الشعرية هو فن أدبي خفيف لطيف يعتمد على الإيجاز والتكثير نعم يعني ومضى شعري توقيعة شعرية ومضى شعرية سميها ما شئت شعره أو أدب الوصف نعم الملتسق في الطبيعة يعتمد على التكثيف والاختزال واللجوء إلى الطبيعة ببساطة شديدة هناك اختلافات بيني وبين الكثير والعديد من كتاب شعر الهايكو أو ما يسمونه شعر الهايكو نحو التسمية وأيضا نحو أنهم يخلونه من المجاز نعم لكن أنا أصر أن لغتنا ما دام كتب بلغتنا العربية لغتنا لغة المجازي ولغة البيان فأنا لا أجرؤ أن أقول عن الأدب أدبا إن خل من المجازي والبيان إذن حضرتك تكتب أنت الهايكو نعم نسمع نماذج من الهايكو إذا سمحتني أن أقرأ شيئا عن الهاتف أقول طيور مهاجرة يرافقها الأمل سرب الذكريات كالصقر الشامخ يطاردني ملك الموت فوق الأخصان المبللة تغتسل بالحب بلابل عاشقة كاللوز المري يغرين خضرارها قلوب جاحدة موعد الغسل عدنا إلى فصل شتاء موعد الغسل تتراقص تحت الأمطار أشجار الزيتون خوفا من المجهول تغرس رأسها في التراب نعامة أشجار الغابة هي الأخرى تنتظر لحظة لقاء حزن على حزن تحتضنه صفحات الكتاب مذكرات كالجبال الرواسي يزداد ثباتا في قلبي حبك جميل طيب نحن ساد ذراد نحن العرب كغيرنا من الأمم لنا شعرنا الذي ينسجم مع ثقافتنا وأمزجتنا يعني فلماذا نتبنى ثقافة غيرنا من الأمم الأخرى ونحاول أن نتقمص مزاجهم يعني كمن أو هكذا أرى كمن يرتدي أثواب غيري لماذا هي ليست من باب امتزاج أراء الآخرين أنا قلت لك هم لديهم شعر ونحن لا نقول أنه شعر ولكن أنا بالنسبة لي كرائد أقول أنه هو توقيع أدبية توقيع شعرية ومضى شعرية وقد وجدت نماذج عربية من قديمة في هذا النوع وهناك قصيدة البيت الواحد فهي أقرب لذلك النوع وهذا إنما انشغالنا فيه لنقول أن لغتنا تتسع لكل شيء أنها تتسعت لكل الأداب العربية والغربية وأنها بجمالياتها تستطيع أن تحتضن أداب أي لغة في حين أن اللغات الأخرى لا تستطيع أن تحتضن أدبنا العربي فتبقى لغتنا في القمة وهي كالبحر الذي مهما جاءت روافده وقد تجد الروافد مختلفة العذوبة جميل أنت تقول تبقى لغتنا في القمة نعم جميل هل كل الذين كتبوا في هذا اللون الهايكو وما قبله سنتحدث عنه موضوع ما يسمى قصيدة النثر يعترفون بأن اللغة العربية هي في القمة لأن بعضهم تشعر من خلال كتاباته من خلال مواقفه من خلال أرائه هو كأنه يريد أن ينسلخ من هذا من التراث العربي والفكر العربي ويحاول أن يخط طريقا جديدا له ويعتقد أنه سيسجل بصمة في هذا الخط هل كلهم أو بعضهم يعترف بأن اللغة العربية في القمة من لم يعترف اللغة العربية أنها في القمة فهو الخاسر لذلك أنا قلت مسبقا بأن هناك خلافات واختلافات في الرأي ما بيني وبين البعض في إصراره بأن هذا النوع من الأدب يسمى شعرا أو أن منثورة الشعرية وانا لا أقول قصيد القصيد لا يقال إلا للموزون سواء كان على نظام التفعيلة أو بحور الخليل فهذا ما أقول عنه قصيد وهذا فيه خلاف بيني وبين العديدين من الكتاب ولكن لماذا لا أقول نص نثري شاعري أو منثورة شعرية أو شاعرية لماذا أركز أني أريد لقب الشعر نعم الشعر يحتاج إلى عودته إلى الوزن نعم نعم قد يكون هناك جمالية في النصوص النثرية تفوق في بعض القصائد المنظومة التي انحازت إلى النظم ولم تنحاز إلى اللغة وبيانها ومجازها والصورة الفنية قد تجد هناك نعم نصوص نثرية جميلة لماذا لا أقول ناثر ما الفرق إن قلت أو اعترفت بأنني ناثر ولست شاعر هناك نعم سيادة للشعر في أدبنا العربي ولا يستطيع أحد أن يغفل ذلك الشعر الذي يكتب الشعر الموزون يبقى ليومنا طيب ما الاختلاف يعني أنا لا أجد اختلافا بين ما يسمى النص النثري أو القصيدة النثر وما يسمى الهايكو يعني لدي نماذج لبعض من كتبوا في هذا أنه يميل إلى التكثيف نعم المنثورة الشعرية لا تميل إلى التكثيف لا تميل إلى الإجاز الأحدام تقول وهي بشرة بستاني طبعا تفاجأت أنها تكتب أيضا في الهايكو العصر الذي أبدع السكاكين نسي الخيوط جرح فاغر فاه ومصطفى الأقريتي من المغرب يقول عينه ملتهبة ترمقنا بدهشة متجددة شمس الظهيرة هو التركيز على الطبيعة يعني ما الذي اختلف ما الجديد في هذا الأمر الوجه الجديد فيه أنه عن ما يسمى قبل هذه المرحلة هناك من مفتدع وجاءنا بما يسمى القصيدة النثرية وهذا عملية خلط بين النثر والشعر ما الجديد في هذا اللون من الأدب في الهايكو انزياح نحو الطبيعة نعم والتكثيف في العبارة هذا ليس شرطا في المنثورة الشعرية هذا ليس هذين الأمرين ليس شرطا في المنثورة الشعرية بينما هما متواجدا في توقعات الشعر الوصف أو شعر الطبيعة أو ما يسمى بنص الهايكو الهايكيدة الواحدة طيب لماذا نستنسخ من أمم أخرى لماذا لا نقول وامضى مثلا أنا أقول أنها وامضى ناثرية وامضى أنا أقول أنها توقيع توقيع هي المعروف أنها أصبحت اسمها الهايكو لذلك عندما جئنا لترخيص النادي في وزارة الثقافة رفضوا اسم الهايكو فهو اسمه شعراء الوصف وشعراء الطبيعة عفوا وبين قوسين الهايكو هذا توضع يعني الوزارة وصفت الشعراء بأنه شعراء طبيعة شعراء طبيعة نعم قالوا اختروا اسم من غير شعر الهايكو فكان الاسم شعراء الطبيعة لأنه مختص يعني ينزحه إلى الطبيعة في طبيعته وينزحه إلى التكثيف جيميل سنكبر بعد الفاصل مع ذرة السابرات إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود فوق المعنى أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الأديب والناشط الثقافي الأردني رائد العمري أعودي لك سيد رائد كنا نتحدث قبل فاصل عن الهايكو تحدثنا أنه يعني لا أجد هناك اختلافا قلت أنه الاختلاف في التكثيف بالنسبة للهايكو والانزياح للطبيعة نص أي والانزياح ووصف وصف الطبيعة طيب يعني أنا هناك اشكال وحضرتك تعرف أنه النص النثري أو ما يسمى بقصيدة النثر يعني هل اكتسب تجنيسه على أنه قصيدة حتى نأتي بجنس أدبي هجين ونحاول أن نفرضه على المشهد العربي أنت مصر على كلمة نفرضه أنا أقول أن لغتنا تتسع نعم هذا الواقع نعم تتسع لكل شيء لذلك مادام كتب بلغتنا العربية بطريقة مجازنا العربي ببياننا العربي فهو عربي لأنه لم يلتزم بشيء من إلا في قد يكون في البناء في البناء الشكلي فقط للشعر الياباني لكن هو صورة فنية معروفة عربية طيب كلمة هايكو باللغة اليابانية نعم هي كلمة هايكو هايكيدا نعم ويسمى الشاعر عندهم هايكست نعم والواحدة المفردة الواحدة أو المقطوعة هي من ثماني مقطوعات كل مقطوعة تسمى هايكيدا أو للأسف أنها ترجمت هايكو كما وجدت عندهم نعم كما وجدت عند اليابانيين وأصر البعض على أن يسميها الهايكو لكن هي من موضوع الإنزاح إلى الطبيعة فلذلك نحن قلنا شعراء وصف الطبيعة أو شعراء الطبيعة نعم الآن لما تقيمون نشاطات للاتحاد أو المنتديات والمؤسسات الثقافية الأخرى هل تجمعون بين ما يسمى شعر الهايكو والشعر العربي في نشاط مشترك واحد أنت شاركت معنا ورأيت أن مهرجان القيصر الدولي معنون للشعر الفصيح نعم وفي هذا حتى عند شعراء التفعيلة هناك لجنة اختيار للشعراء نعم من كبار الشعراء والنقاد والأدباء فلذلك نحن نفرز في اختياراتنا ما يناسب الشعر الفصيح فالمهرجان مختص فقط وبعيد كل البعد حتى قصاد التفعيلة ما تحفظ عليها لا أقول متحفظ لكن يكون الأولوية للشعر العامودي ومن ثم لشعر القصيد ومن ثم لشعراء التفعيلة نعم إن كان ثابت عندهم الوزن ومتشبع في الوزن فأنت تعرف أن شعر التفعيلة تستطيع أن تحوله إلى شعر عامودي نعم هو موزون نعم هو موزون فهو لم يخلو من موسيقى الشعر لم يخلو من موسيقى الشعر فأنا لن يكن عندي في المهرجان كتبت أي صنف آخر إلا الشعر فأنا عندما وسمته للشعر الفصيح أنا أعرف حتى الشعر الشعبي قد يكون هناك أبو حور له فعاليات أخر لكن في مهرجان القيصر لم يدخل حتى الشعر الشعبي رغم أن هناك مطالبات قلت سنفعل ونعم الملحق خاص بالشعر الشعبي لكن مهرجان القيصر فقط حقيقة نعم هذا موضوع مهم أجد بعض المهرجان أتوا بعض الفعاليات الثقافية عملية خلط بين الشعر الشعبي والشعر الفصيح والشعر العربي بحقيقة هناك سيكون ظلم لأحد الاتجاهين يعني إذا كان الجمهور من النخبة سيظلم الشعر الشعبي لأنه لن يتذوق منه وإن كان العكس أنه يعني من الجمهور المتوسط الثقافة سيستعذب الشعر الشعبي لأنه قريب للفهم قريب للوعي وسيظلم الشعر الفصيح حتى وإن كان قصائد قوية ومحكمة يعني عملية الخلط حقيقة ماذا يعني كيف تنظر لها عملية الجمع بين في مهرجان وفي عالية واحدة بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي أرفض كل الرفض للخلط هناك يعني معروف عندكم في العراق أكلة جميلة لكنها خصيصاً للعراقيين الدولمة نعم والدولمة هي مجموعة من الخضروات نعم نحن نفصل في الأردن نفصل ما بين كوسة مثلاً أردنا ورق العنبي وحده ولا نستطيع أن نخلطها مع بعض نعم هؤلاء من أرادوا أن يقلدوا الدولمة ولم يستطيعوا أن يقلدوها من أراد أن يجلب لو كان منشغلاً في الأدب أو يختص فيه لما جمع هذا الصخب نعم كمن يريد أن يدخل أيضاً فرق في الكلور أيضاً جميل لك مررت على يعني فرق في الكلور ورقص وغناء ورقص وغناء نعم هو من تراثنا وموروثنا أيضاً هناك من يدخل الراقص تجد فقرة شعرية ومن ثم يخرج لك تمثيل أو فقرة موسيقية ومن ثم يعود إلى الشعر هناك احترام نعم أكان في القدم عندما يقف الشعر الجمهور يقفون ويسمع الشعر وقوفاً نعم احتراماً للشعر ومن ثم للشعر وكانت العرب تفرح عندما يولد لديها شعر نعم تعمل أهازيجها ومن لم يكن لديه شعر كان يدعي ويشتري سيصبح المؤسسة الألامية لهذه القبيلة نعم نعم هو صوته حبيل حتى في الجهاد نعم كان مطلوب من حسن بن ثابت على طلب النبي صلى الله عليه وسلم نعم 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 أهجهم يا حسن واجاهد بشعرك نعم فالشعر له مكانه ويجب أن نراعي هذه المكانة ألا نقحم فيها غيرها لكن قد أجد لنفسي نعم أريد أن أفعل أمسية قصصية أمسية نثرية وأمسية للشعر الشعبي ويكون لها جمهورها ويكون لها المختصين وتكون خاصة في هذا اللون نعم لكن هذا المسج والخليط لا أحبه وأتمنى أن يكون هناك متابعات من أصحاب المؤسسات الثقافية من وزارة الثقافة من القائمين على هذه الأعمال أن لا نمزج لا نمزج هذا حتى أنا مثلا في مهرجان القيصر أعمل يوم فني للفنون التشكيلية ينتهي مع ابتداء الأمسية يعني يكون منذ الصباح الباكر جميل أنتم من ضمن نشاطات الاتحاد هناك نشاط فني للفن التشكيلي وقد أقمنا مسابقة قيصر الفن في العالم العربي والغربي والتي فاز فيها الفنان المغربي سعيد ريان في المركز الأول وقد هني على القناة المغربية الفنان سعيد ريان الذي فاز على مستوى العالم بمسابقة قيصر الفن المقامة من اتحاد القيصر للأدب والفنون في الأردن هذا كان بشكل رسمي يهني على قنواتهم الرسمية وهذا الحمد لله رب العالمين مدعا للفخر أننا استطعنا أن نوحد في أعمالنا غربيها وعربية يعني حتى في الفنون التشكيلية جميل حضرتك أيضا مؤسس وقاعد فريق القيصر الشبابي مصرع القيصر أنت قاعد فريق القيصر الشبابي الإبداعي ما الدور الذي يطلع بهذا الفريق؟ والله يا صديقي كما هناك حق علينا للأدب والأدباء الكبار الناضجين هذول لا يحتاجون إلى أشخاص ليدعموهم هؤلاء نحن نأتي بهم إلى الفعاليات دعما وامتزاجا لأذواق الجمهور عندما أستحضر الأستاذ محمد صيف ليشارك في مهرجان نحن لنمتع الجمهور بأشعار جاءت وأمثاله لكي يمتع الجمهور وينشر الجمال وينشر الثقافة الحقيقية لكن نحن نحتاج إلى من يمسك بزراع الشباب لذلك كانت من رؤيتنا ورسالتنا في اتحاد القيصر أنا وزبنائي أن نعنى بالشباب ونحن في دولة فتية وجلالة الملك حفظه الله ورعاه وسموه ولي العهد قائمين على دعم الشباب ويريدون المؤسسات أن تتجنعوا الشباب مع هذا الفكر الذي نعانيه حولنا فحاولنا في فريق القيصر الشبابي أن يكون لدينا ذراع شبابي في كل أسبوع نعمل أمسية سواء كانت وجاهية أو عن طريق برنامج تطبيق جوجل ميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشارك فيها لم يكن فقط عن مستوى الأردن اليوم لدينا شعراء ودباء وكتاب شباب ناشئين من سوريا من العراق من فلسطين من ليبيا من المغرب من الجزائر مواظبين وأيضا تشابكنا مع منصة نحن وإحدى مبادرات الآن نحن نعرض الأمسية أو اللقاء الأدبي عبر منذ بداية العام أو نحاية العام الماضي تشابكنا مع منصة ولي العهد منصة نحن التابعة لمؤسسة ولي العهد فأصبحنا ننزل الطلب الأمسية على المنصة ويتم التسجيل من خلال المنصة يتم اختيارهم بناء على ميونهم الأدبية وفي كل أمسية يكون هناك ما بين ثمانين إلى مئة شخص يتابعون نحاول أن نعلمهم شيئا جديدا ففي الأسبوع المواضي كنا في القصة القصيرة في قبلها الومضة القصصية في قبلها الخاطرة فان كتابة الخبر الصحفي وهناك عندما تجد من كل أسبوع إلى الأسبوع الذي يذيه المشاركين يزدادون وتجد هناك متابعات وتجد هناك تغيير واهتمام باللغة وقرأت يا أستاذ يأتيك ويقول لك قرأته كذا واستطعت أن أنجز هذا الكتاب قرأته من أشعار الشاعر فلان وجهته نحوه كذا ويعرضون كتاباتهم يعني الورشة تكون من جزئين أربع ساعات الساعتين الأولى تكون في الورشة التعليمية للموضوع الذي نختاره وفي الأمسية الساعتين المتبقيات يكون لعرض نصوصهم نسمع لهم نعطيهم توجيه أين هنا أخفق هنا التناغم الصوتي هنا في الإلقاء هنا في اللغة هنا في استخدام الصورة الفنية نحن يوم الغد عندنا الأمسية في بناء الصورة الفنية نعم كيف يبني الصورة الفنية ويستخدمها في نص الأدبي بناء على طلبهم نستمزج آراءهم ونقدم لهم ما يحتاجونه وما يتقدمون به إن شاء الله جميل حضرتك أيضا ترأس استحرير مجلة القيصر الثقافية الأسبوعية نعم يعني ما المواضيع التي تتصدى لهذه المجلة وهل هي مجلة ورقية أم مجلة هي مجلة إلكترونية نأمل أن نجد لها الدعم حقيقة لتصبح مجلة ورقية نشرت مجلة القيصر خلال 98 عدد نشرت ما يزيد عن عشر ألاف لوحة فنية لفنان عربي وغربي نشرت ما يزيد على ثلاث ألاف نص أدبي مختلف طبعا ما بين الشعر والقصة والقاطرة والمقالة نشرت العديد من الدراسات النقدية وهذا ما نفتحه مجال لكي يتعرف الأدباء على بعضهم لكي يتعرف الفنانين على بعضهم وأيضا العام الجمهور الذين يتناولون هذه الصفحات جميل حضرتك أيضا قاص وناقد وقد أصدرت مجموعتين قصصيتين هما خبايا المرايا وعزف ونزف وكتبت عدة مقالات أدبية وقراءات نقدية وبعضها منشور في المجلات والصحف العربية كيف الآن وأنت يعني منذ سنوات مطلع على المشهد للثقافي العربي كيف تقيم المشهد؟ والله مشهدنا العربي الثقافي حقيقة بين بين فهناك الأدب الهاتف وهناك الأدب الذي تجد بأنه فعلا يخلد للغة والاستقافة وتجده في المسار الصحيح وهناك للأسف المنزح الذي مجرد خربشات مجرد يعني أنا أستغرب حتى في العديد من الكتب تصدر جاءتني كتاب لأقدم فيه دراسة نقدية وعندما قرأت أول صفحتين اعتذرت عن ذلك لأنه في أول صفحتين ثمانين وستين خطأ لغوي فلا أدري أنا يعني أتمنى أن عندما يودع الكتاب في المكتب الوطنية دور نشرة تطبع هذا الكتاب للأسف أليس فيها للأسف مدقق لغوي أصبحت عندما يكون هناك صاحب دار النشر يجب أن يكون مختص نعم الآن لا ترخص قناة إعلامية نعم إلا أن يكون إعلامي نعم لا يرخص صيدلي إلا أن يكون صيدلي لماذا لا ترخص دور النشر إلا إن كان فعلا مدقق اللغوية أو مختص في اللغة جميل حضرتك معدوى مقدم برنامج أربعاء القيصر الثقافي أريد أن نطلع على هذا البرنامج هذا حقيقة كيف كانت الفكرة وأبعاد هذا البرنامج جاءتنا جائحة كورونا وسلم الله منها لكن في أثناء جائحة كورونا كان لابد من الاستمرار في عملنا الثقافي نعم فاتجهنا نحو تأسيس برنامج أربعاء القيصر الثقافي في كل يوم أربعاء كنا نستضيف فيه إما أديبا أو شاعرا أو قاصا من الأردن ومن خارجه فإن كان من الأردن كنت أصله بتصريح طبعا زيارة ونسجل معه اللقاء أدبيا كهذا اللقاء ونوثوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعجبت وزارة الثقافة بهذه الفكرة حقيقة وقدموا لنا دعما جزئيا كتشجيع لهذا وتبنته وزارة الثقافة ونأمل الآن عودت هذا البرنامج لأنه بنيت عليه كثير من فكر البرامج في في فترة الكورونا وحقيقة وجدت أن هناك تواصل حقيقي وهناك وجدت العديد من المثقفين في شعر السميرة الزغدودي من تونس عندما أسمعوها أرتاح نفسيا لليوم ما زال هناك العديد من الشعراء والشعرات الذين تواصلنا معهم أصبحوا أصدقاء ومتابعين جميل أيضا أطلقتم الشخصية الثقافية الشعرية كيف كانت هذه الفكرة الشخصيتين الشخصية الثقافية أطلقت في الموسم الثاني للمهرجان كراما لحقيقة المثقف الأردني نعم وبدأنا في الموسم الثاني بتكريم الأستاذ دكتور زياد الزعبي طبعا كيف يتم اختيار الشخصية اللي هو رئيس الرابطة الأستاذ دكتور زياد الزعبي عميد كلية الأداب كان في جامعة اليرموك ومؤسس كرسي عرار في جامعة اليرموك نعم ويستحق حقيقة هناك لجنة اختيار مشكلة الأستاذ دكتور نبي الحداد الأستاذ دكتور نايف العجلوني علي رحمة الله الشيخ المثقفين مهندسة شام التل رحمة الله الأستاذ دكتور حربي المصري ومجموعة الأستاذ حسين الطرب ومجموعة من الأكاديميين والمختصين والشعراء نتدارس أحوال الثقافة وما قدموا هذه الشخصية ونختار الشخصية الثقافية للعام ويطلق في موسم المهرجان ويكرم والشخصية الشعرية نعم وقد تم في الموسم الثاني تكريم الأستاذ دكتور زياد الزعبي لما قدمه في الموسم الثالث كان الأستاذ دكتور نبي الحداد في الموسم الرابع الأستاذ دكتور علي المحافظة المؤرخ الذي أرخ لتاريخنا الأردني وفي الموسم الخامس كان الأستاذ دكتور نظال عياصرة مدير عامل المكتب الوطني لما قدمه من خبرات جليلة وفي الموسم السادس ختاما كان الأستاذ دكتور موسر بابع عميد كلية الأدام في جامعة اليرموك حاليا وأيضا في شخصيات الشعرية هناك نتمنى لكم التوفيق سلمت التوفيق والنجاح والتمييز إن شاء الله الله يسلم الأديب والناشط الثقافي الأردني راعد العمري شكرا لك وحقيقة لهذا البرنامج الراقي والذي أشعر بحسه الأدبي ومسؤوليته الأدبية الحقيقية ولقناة الرافدين التي تحتضن الوطن واللغة بين دفتيها فلذلك جميل هذا الاسم الرافدين لأن لها رافدين قلبين قلب في الأردن في عمان كما تبدأ قصيدك دائما التقاسم قلبي حباني الشذاب أغداد وعماني شكرا لك على هذه اللمحة الجميلة شكرا لك شكرا لك مرة أخرى الأديب والناشطة الثقافي الأردني راعد العمري شكرا لك شكرا لك التوفيق والنجاح والتمييز ولكل زملائك خلف الكواليس العاملين في هذه القناة حقيقة لهم من كل المحبة على هذا الاحتفاء وعلى هذا الاحتضان الأدبي الثقافي شكرا لك ونسأل الله لكم التوفيق وداما شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في بضاءات أخرى أستوديكم الله والسلام عليكم شكرا لكم